موسيقى هاي حلقة جديدة من بزنس مايق المجلة الاقتصادية الاسبوعية على المستقبل نروح من خلالها بجولة مختصرة ومفيدة على أبرز الأخبار الاقتصادية وآخر الأرقام من حول العالم على أجندة بزنس مايق لليوم مجموعة أرقام ملفتة من لبنان بالإضافة لأرقام عن الاقتصاد الأمريكي من أرباح وولمارت لأسعار العقارات يلي عم بتسجيل الارتفاع الأعلى من 2007 واليوم رح نحكي أيضا عن مبيعات سامسونج وتصنيف دبي بمبيعات التزيئة خليني بداية أعطيكم ملخص عن أبرز العنوين ببزنس مايق لليوم بانك أشباء أل بيستثمر 10 مليون دولار بسندوق ليب إمباسمنت وون الاستثمارة أو الهدف دعم الشركات الناشئة باقتصاد المعلومات الاقتصاد اللبناني تحسن طفيف بالربع الأول من السنة شو هي الأسباب وشو هي التوقعات ببزنس مايق اليوم حديث خاص مع ناسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمجموعة بانك بيبلوس لنحاول سوى نفهم أكتر عن الواقع الاقتصاد الحالي بلبنان وللنظرة على أبرز المؤشرات أيضا ببزنس مايق اليوم حديث خاص مع كريستينا شاليتا من مجموعة ناسكو للتأمين وإعادة التأمين بتخبرنا عن الجولة اللي عم بتقوم فيها مع وفد من شركة لويتس لتقييم المخاطر بلبنان البداية مع بعض الأرقام اللبنانية ومع أعلان مصرف الجبائل عن التزامة باستثمار 10 مليون دولار بالسندوق الاستثماري ليب انفاسمنت 1 خليني وضح أن ليب انفاسمنت 1 هو صندوق استثماري تم إطلاقه بشهر أدار الماضي من قبل هنريح سيلة إيرفيكو فيلاز هالة فاضل ونور الصلح ليب انفاسمنت 1 من السنديق الاستثماري العام لإطار التعميم 331 الصادر عن مصرف لبنان أي بمعنى آخر الصندوق بيستثمر أموال المصارف المكتتبة بشركات ناشئة أو ستارتابس بقطاع اقتصاد المعرفة هون بديشير إلى أن الصندوق ليب انفاسمنت 1 نجح بجمع اكتتابات أولية بحجم 71 مليون دولار مثل ما عم يشوف بالأشهر الأخيرة في حركة لرؤوس الأموال وفي حركة استثمارات ملفتة بقطاع اقتصاد المعلومات بلبنان وطبعا هالشي بفضل توجه المصرف المركزي وتعميم 331 يلي بيسمح وبيشجع المصارف اللبنانية أن تستثمر بها القطاع وبالنسبة للأسجب قال لي هالاستثمار منه الأول فقد سبق واستثمر البنك 5 مليون دولار بسندوق باريتاكتو بشهر شباط الماضي من ضلب لبنان نلق نظرة على المؤشرات الاقتصادية ونشوف بأي اتجاه رايح الاقتصاد بحسب نشرة بونك عودة يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان شهد التحسن بالربع الأول من السنة وهي الشي على الرغم من الأوضاع السياسية والتطورات الإقليمية فبحسب التقرير التحسن يلي شهدناه بالربع الأول بيعود بشكل أساسي لتحسن الاستهلاك على خلفية تراجع أسعار النفط إذن مثل ما كتير من المحللين كانوا متوقعين تراجع أسعار النفط كان له أن عكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام بس الأرقام الملفتة بتقرير بونك عودة هي عن القطاع العقاري يلي بتأكد تراجع المبيعات العقارية بنسبة 18.2% أو يلي انعكس تراجع برخص البناء بنسبة 19.8% أو تراجع بتسليم الترابي بنسبة 37.2% الأرقام المهمية يلي أشار إلى التقرير بتتعلق بالقطاع المصرفي مع نمو الموجودات بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لا توصل إلى 177 مليار دولار بشهر أدار الماضي ولكن شو هو المؤشر الأخطر بحسب نشر البونك عودة؟ بحسب التقرير المديونية العامة بتشكل المشكلة الأكبر حيث بتبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلة 134% وهي نسبة من الأعلى بالعالم على كل حال رح نرجع للاقتصاد اللبناني اليوم بيزنس مانك من خلال الحديث يلي أجريناه مع ناسيب غبريل مسؤول الأبحاث الاقتصادية بيبي بلوس مانك خلينا نتنوى القطاع الأساسي بلبنان ما كتير بنحكي عنه هو قطاع التأمين وإعادة التأمين من أيام قام وفد من شركة لويدز العالمية للتأمين وإعادة التأمين بزيارة استطلاعية للبنان زيارة نظامتها شركة ناسكو اللبنانية الرائدة بقطاع إعادة التأمين ومركزها فرنسا التطورات الأمنية والسياسية بالبنان والمنطقة من اليمن لسوريا مروراً بالعراق بتخلي شركة التأمين تعيد النظر بتقييمة للأخطار وزيارة فريق لويدز وناسكو لبيروت بيجي بهالإطار لمعرفة الوقائة على الأرض ولقاء المسؤولين لبنانيين بقطاع التأمين خلال الزيارة لبيروت كان إنا حديث خاص مع كريستينا شاليطة المديرة التنفيذية بمجموعة ناسكو وسألناها عن جولة الوفد وعن نظرتها لقطاع التأمين بلبنان والمنطقة نحن هلا بجولة مع معايدين تأمين من لويدز سينديكيت خمسة حابين يجو يشوفوا الوضع والمعطيات على الأرض خصوصاً بكل شيء علاقة بأخطار الإرهاب تأمين أكيد الأخطار الإرهاب هيدا الشيء الجولة حبينا ندعيهم تيشوفوا أنه الوضع بلبنان سابت يشوفوا الإجراءات الأمنية المتاخدة من الدولة وأكيد خليهم يزوروا شركات تأمين ويتعاطوا مع زبونات مهمين بالبلاد يلي إخدين بوالس تأمين ضد أخطار الإرهاب تيشوفوا كيف هن بفكروا وشو هن وشو فينا نقدم لهم أكيد كتأمينات زيادة شركة ناسكو بتعتبر من أوائل شركات وسطاء التأمين وإعادة التأمين خاصة وبالنسبة للشركة موزعة بكذا بلد فيه بلبنان وشركة بانكرز هي ممبر أوف تجروب يعني من الجروب ناسكو وفيه شركة ناسكو فرانس يلي هي أنا طابعة لها الشركة يلي هي المركز الرئيسي لإعادة التأمين لكل الجروب كامبانيز وفيه عنا بالإمارات فيه عنا بالسعودية فيه عنا بكتار فيه عنا بتركيا بمصر بنيجيريا بتونيسيا وهلأ قريبا إن شاء الله كمانا بساوس أفريكا بلبنان كشركة تأمين فيه تقريبا 50 شركة تأمين السوق تقريبا بيعمل مليار و 400 مليون دولار بريميوم يلي هو بيعتبر رقم كتير مهم بالنسبة لحجم السوق اللبناني 70% من هالأقصات التأمين بيروحوا لتأمين السيارات وتأمين الصحي الرول طبعنا إنه نقدر نسوي ونقدر نواعي السوق اللبناني لهالمنتجات تنكون لزيت المستوى بأكيدة مثل غير أسوأ عالمية لأنه نحن بنفتخر إنه لبنان يكون هالأدة واعية ويكون يعني من الأوائل بكل المنتجات الجديدة بالسوق هلأ سوق الإمارات سوق أكيدة هو من أكبر الأسواق بالمنطقة يعني مع السعودية أكيدة بس السوق الإمارات كتير واعي وكتير يعني بيدلوا متطورين كتير بهالموضوع هلأ هون الغريب العجيب بالوضع كله إنه هون لبنان أربعة ملوين إنسان يعني وعندنا خمسين شركة وهونيكي عندهم أوفر بليونز يعني من الأساتس ومن هيدا أربعة وثلاثين شركة يعني بس هون نحن بنحب نعمل أشي أنا بقول برأي وهيدا رأي البرسونال لأنه لازم السوق اللبناني يتحجم وينعملوا ريجوليشن بطريقة أو بأخرى أنه يكون في عشرين شركة خمسة وعشرين شركة يكون منظم أكتر مع عشرين شركة يكونوا بروفشنل ويكونوا عندهم يعرفوا يعطوا المنتجات المزبوطة ويقدروا فريما يخدموا السوق المحلي لأنه كل ما يكون فيه شركات كل ما بتصفي فيه منافسة وبتصفي المناسبة منافسة ما قلها طعمة وما بقلها قيمة أحداث الأخيرة اللي عم بتصير بالعراق بسوريا ومؤخرا باليمن أكيد أثرت بطريقة كتير قوية عليهم وصاروا يعيدوا النظر بكل خصوصا بالتأمينات البحرية إذا مثلا شي باخرة مارقة حد هالبلدين عم بيصير عم بيأمرارا حتى ما عم نلاقي حدا عندي يأمنون يعني عرفت كيف أنه إذا مارقة بحد عدن أو شي ما فيه بقى حدا يأمن أو بيأمنوا بأسعار خيالية لأنه عم بيخافوا يصير فيه شو اسمه كارسنة أو هيدا وأكيد هلأ بالعراق مثلا فيه كتير كتير تأمينات ما بقى حدا عم يقدر يأمنها ببغداد يعني مثلا حتى تأمين العادة ضد الحريقة ما فيه حدا يأمن دبي بالمركز الثاني عالميا من حيث تواجد الشركات التزيئة 10 مليون جهاز جالكسي S6 و S6 Edge من سامسونج هي نتائج المبيعات خلال شهر واحد من إطلاق الطراز الأخير من جالكسي وموضوع ديع تانية ببزنس ماك بعد بريك أصير برحب فيكم جديد ببزنس ماك منكمل الأسم الثاني مع خبر خاص بالإمارة المتميزة مش بس على صعيد المنطقة إنما على صعيد العالمة أيضا أكيد عم بقصد إمارة دبي اللي احتفظت بما كانتها كتاني أهم مركز لشركات البيع أو ريتاي للسن الرابع على التويلة وهي عم بتنافس للندن يلي قتت بالمركز الأول بحسب تقرير أعدته CBRE المجموعة الاستشارية العالمية الرائدة بمجال العيخرات وأظهر التقرير أن حصة الإمارة من شركات التزيق العالمية ارتفعت بالعام الماضي من 55% إلى 55.7% كما حلت دبي بالمركز الخامس بين أكثر المتن استقطاباً للعالمات التجارية الجديدة لعام الماضي هيتستقطاب 45 علامة تجارية جديدة واحتلت أبوظبي المرتبة الثالثة عالمياً باستقطاب 55 علامة تجارية جديدة بـ 2014 وقال مدير شركة CBRE بالشر الأوسط أن عام العديد عززت نموها القطاع أمام الشركات التزيق والعالمات التجارية العالمية ومن أهم البنية التحتية المتميزة للمساحات التجارية ومراكز التسوق إضافة لسهولة الحصول على تأشيرات سفر وسهولة السفر لدبي وتميز الفنادق وخدمات قطاع الضيافة بصفة عامة بالإمارات وأضاف لتزيل دبي خيار واضح لغالبية العالمات التجارية اللي بتطلع لدخول المنطقة للمرة الأولى يبدو أن تداعيات الأزم السورية المستمرة من عام 2011 عام بطال البلدين المجاورة وهالمرة كان دور الأردن حيث انخفضت الإيرادات السياحية بالبلد بأول 14 شهر من العام الحالي من نسبة 14.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق بحسب ما ذكرته هيئة تنشيط السياحة الأردنية وتراجع عدد السياح بعود لارتفاع التوترات السياسية والأمنية بالدول المجاورة للأردن واقترابها من الحدود وبسهم قطاع السياحة الأردنية بنسبة 13% من ناتج المحل الإجمالي وهو مصدر رئيس للعمل الصعب يلي بيعتمد علي الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين بدعم ميزان المدفوعات وكان بلغ الدخل السياحي للمملكة بنهاية نيسان 2014 حوالي 1.45 مليار دولار من أخبار المنطقة منروح لخبر خاص بسلسلة متاجر التزيق العالمية والمارت يلي عم بتسجل تراجع بالأرباح خلال ربع الأول من العام الحالي بسبب بارتفاع التكاليف خاصة مع زيادة الأجور للموظفين بالويت المنتحة وأعلنت والمارت عن تراجع الأرباح بنسبة 7% لـ 3.3 مليار دولار أي 1.03 دولار للسهم الواحد بالربع الأول من عام 2015 مقابرة 3.5 مليار دولار أي 1.11 دولار للسهم لنفس الفترة من العام الماضي وهبت المبيعات بحوالي 0.1% لتوصل لـ 114.8 مليار دولار أمريكي بأول 3 شهر من العام الحالي بحين زيادة المصاريف الإدارية والتشغيلية من نسبة 2.8% لـ 22.7 مليار دولار ورفعت سلسلة متاجر التزيق العالمية رويت بالموظفين بالويت المتحدة كما رفعت من استثماراتها بقطاع التجارة الإلكترونية وكانت والمارت أعلنت بشهر شباط الماضي أنها ستزيد أجور 500 ألف موظف بالويت المتحدة لـ 9 دولار بالساعة على الأقل بارتفاع بيبلغ 1.75 دولار عن الحد الأدنى للأجور بالبلد من روح العالم الهواتف الذكية وهو السوق اللي عم يشهد منافسة شرسة بين عدة شركات عمليئة أهمة أبل و سامسونج حيتنقل تقرير لوكالة أمبائيونها بالكورية أن مبيعات سلسلة جالاكسي S6 و S6 Edge بلغت 10 مليون جهاز بحوالي شهر واحد من تاريخ إصداره وبدأت سامسونج شحن جالاكسي S6 و S6 Edge بعشر نيسان بعشرين دولة ومن بعدها أصبح متواجد بالأسواء بجميع أنحاء العالم وكانت سامسونج تباهد بالعام الماضي بأنها تمكنت من بيع 11 مليون واحد من S5 بشهر واحد بعد إصداره وباعت أيضا 10 مليون من جالاكسي S4 بشهر أيضا ولكن على الرغم من البداية القوية تحول جالاكسي S5 لا يصير خيبة أمل بعكس جالاكسي S4 واللي استمر بكأكسر الأرقام حيث باعت سامسونج أقل من 40% من الوحدات يلي كان المتوقع باعة بوقتها بحسب صحيفة Wall Street Journal وبالرغم من الأرقام الكبيرة الأولية لمبيعات جالاكسي S6 و S6 Edge لكن هذا ما بيعني بالضرورة أنه سلسلة S6 رح تكسل الأرقام لحقق جالاكسي S4 وذلك بسبب المنافسة القوية بصناعة الموبايل الذكية وظهور شركات كشاومي و لينوفو وهواوي وغيرها وبحسب عدد كبير من المقالات بأبرز الصحف الاقتصادية العالمية مبيعات S6 وحتى لو بلغت 10 مليون جهاز تعتبر أقل بكتير من التوقعات حتى أنه فوربس سننفطها على أنه أرقام كارثية كيف كان الأداء الاقتصادي في لبنان بالأشهر الماضية وشو هي القطاعات يلي بتسجل تحسن وإياه هي القطاعات يلي عم بتواجه صعوبات نظرة وتقييم لأبرز المؤشرات الاقتصادية مع ناسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمجموعة بانك بيبلوس بعد بريك أسير هاي وصلنا لجزء الأخير من بز سماكو وقبل ما نتوسع مع أرقام عن مبيعات المنازل بأمريكا اللي عم بتسجل أعلى مستويات من عام 2007 خلينا نرجع نتوقف مع الاقتصاد اللبناني ومع حديث خاص أجريناه مع ناسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمجموعة بانك بيبلوس الاقتصاد اللبناني بيعتمد بشكل كبير على سيئة المستهلك وسيئة المستثمر وإذا منشوف المؤشرات اللي بتعكس هالسيئة منشوف أنه فيه تراجع بسيئة المستثمر خصوصا إذا مننظر لميزان المدفوعات يلي هو سجل عجز بال2014 للسن الرابع على التوالي وبعده عم بيحقق عجز بأول 30 شهر من الـ 2015 وإذا مننظر لمؤشرات سيئة المستهلك وخصوصا مؤشر بانك بيبلوس والجمع الأمريكية لسيئة المستهلك في لبنان منشوف بالرغم من تحسنه بال2014 بسبب تحسن الوضع الأمني خصوصا بآخر 30 شهر من السنة بعده تالت أدى مستوى من وقت ما بدأ نشر هالمؤشر بال2007 فاليوم سيئة المستهلك بعدها بمستوى منخفض ومؤشر بأول 30 شهر من الـ 2015 بيبين أنه السيئة بعدها بنفس المستوى بالرغم من التحسن يعني بعدها على زيت مستوى آخر لـ 2014 يعني هو تطور عن 2013 ولكن 2013 كان سنة سيئة جدا وكان المؤشر وصل لأدنى مستوى له منذ 2007 فالاقتصاد اللبناني بحاجة إلى صدمة إيجابية سياسية بامتياز لإعادة مستوى سئة المستهلك إلى ما كانت عليه بال2009 و2010 يعني كانوا سنتين قياسيان ولكن انتخاب رئيس أو حال سياسي شامل لم يعود كافي لنرجع لمستوى النمو يلي ممكن يحققه الاقتصاد اللبناني واللي هو اليوم الإمكانيات النمو أنا برأيي حول الخمسة بالمئة سنويا لنقدر نوصل لهالمستوى نحن بحاجة طبعا لخطة سياسية إيجابية بتتمثل بانتخاب رئيس بتشكيل حكومة عند صلاحية طبق إصلاحات والاتفاق على أنون انتخاب جديد وخوض انتخابات نيابية جديدة ولكن هذا كله غير كيف اليوم المشكلة الأساسية اللي بتواجه الاقتصاد اللبناني هو الأعباء التشغلية المرتفعة على القطاع الخاص وعلى مؤسسات القطاع الخاص والشركات وإذا منشوف مستوى تنفسية الاقتصاد اللبناني حسب مؤشر التنفسية العالمية اللي بيصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مركز لبناني تراجع بـ 24 مرتبة بـ 3 سنوات فقط وإذا مننظر لمؤشر أداء الأعمال اللي بيصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي كمان مركز لبناني تراجع بـ 8 مراكز بـ 8 مراتب بس فقط بسنتين وهذا بيعكس الأعباء التشغلية على القطاع الخاص وكلفة الأعمال من ضعف وترهل البنى التحتية من كلفة المعاملات الإدارية والروتين الإداري بالدولي كلفة الكهرباء، كلفة الاتصالات المرتفعة وسوء النوعية، كلفة العمالة والمعاملات كما أنه كلفة العقارات بلبنان الأهم من الخطة السياسية أو بالتوازي مع الخطة السياسية الإيجابية نحن بحاجة ميسا إلى تطبيق إصلاحات بنيوية بتخفض من العباء التشغلية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص إذا صار خطة سياسية إيجابية، ليست كافية بتعكس إيجابيا على سئة المستهلك ولكن لفترة محددة لازم يتبعها أو تكون بتوازي مع إصلاحات بنيوية وما لازم ننطر لتصير الخطة السياسية الإيجابية لأنه في مساحة على العكس ما العديد من الفرقاء ومن المسؤولين بيعتقدوا في مساحة اليوم لنقدر نطبق أو نبلش نطبق بعض الإصلاحات الإدارية يلي ممكن تخفف بعض الشيء عن كاهل الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بلبنان ولكن بالنتيجة الإصلاحات البنيوية هي أساسية ومنعرف كلنا شو لازم يصير يعني ما نصر أنه لازم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تحرير قطاع الاتصالات تطوير بعض الأوانين الموجودة تطبيق بعض الأوانين يلي موجودة فعلياً أو إقرار بعض المشاريع الأوانين يلي صار له سنوات بالأدراج كما أنه تخفيف أعباء القطاع العام على القطاع الخاص تخفيف حاجات الدولة للاستدانة وقف التوظيف بدوائر ومؤسسات القطاع العام يكون عندنا استراتيجية زوم صدقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه كلها إصلاحات معروفة وحكي عندنا صندوق النقاد والبنك الدولي ووكالات التصنيف ومؤسسات البحث يلي مطلوب هو إرادة سياسية لتطبيق الإصلاحات صحيح؟ صحيح لأنه للأسف الإصلاح بلبنان اتضح أنه هو نوع من كبيش سياسي إذا أحد الفورقاء طبق إصلاحات الفريق الثاني بيعتبر هذه خسارة سياسية والفريق الأول بيوظفه سياسياً كمان الحل هو يكون فيه إرادة سياسية جامعة لتطبيق الإصلاحات ولكن هالإرادة سياسية مثل ما تفضلت من عم تجي من الطبقة السياسية ومن المسؤولين بالدولة لازم تجي من خلال ضغط من القطاع الخاص اللبناني يداً بيد مع المجتمع المدني لأن طبقة سياسية لحاله ما رح تقدم على تطبيق إصلاحات جزرية لعدة أسباب المحاسبة هو أول محاسبة المسؤولين هو أول خطبة لتطبيق الإصلاحات وبيبدأ من الهيئات الاقتصادية يلعوا إيدهم بإيد المجتمع المدني ويشكلوا قوة ضغط فعلية لأنه عندهم الإمكانيات يضغطوا إن كان من ناحية تخفيف حاجات الدولة للاستدانية أو تطبيق الإصلاحات لتخفيف الأعباء التشغيلية على مؤسسات القطاع الخاص للأسف اليوم ما عم نشوف هالشي عم بيحصل ولكن برجع بكرر هالمسيحة موجودة للقطاع الخاص للهيئات الاقتصادية بالتعاون مع المجتمع المدني يضغطوا فعلياً على المسؤولين ليحسوا هالمسؤولين أنه في حدا عم بيحسبهم على أعمالهم أو على عدم أعمالهم شون بيصير بالسوق العقارية بأمريكا هل أخيراً جاوزت أمريكا الأزمية اللي ضربتها سنة 2008 مع انهيار أسعار المنازل إذا نظرنا للأرقام يبدو أنه فعلاً الأزمية اللي بتدت ب2008 اليوم انتهت حيث ارتفعت عمليات بناء المنازل الجديدة بالوقت المتحدة خلال الشهر الماضي لعلى مستوى بأكتر من سبع سنوات بإشارة لتعافي قطاع العقارات من البداية المتراجعة بالعام الحالي وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل بنسبة 20.2% ل 1.14 مليون منزل بشهر نيسان الماضي وهو أعلى مستوى من 22007 أي الوقت ياللي شهد بداية الأزم المالية العالمية وكان بعض المحللين اتوقعوا ارتفاع عمليات بناء المنازل الأمريكية ل 1.02 مليون منزل بالشهر الماضي مقارنة بحوالي 944 ألف بأدار وهالتحسن بقطاع العقارات هو نتيجة لقوة سوء العمل وانخفاض تكاليف الرهون العقارية لأدنى مستوى بعدة سنوات وبهذا ارتفع التصاريح بناء المنازل بالويات المتحدة ل 1.14 مليون منزل بنيسان الماضي على أساس سنوة وهو أعلى مستوى من حزيران 2008 نوصل لخبرنا الأخير بحلقة اليوم بمزنس ماك حيث كشفت بيانات رسمية نصين عادت لتتصدر قائمة الدول الدائنة بالويات المتحدة خلال شهر أدار الماضي وأعلنت وزارة الخزين الأمريكية نصين استحوذت على سندات أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار أمريكي بأدار الماضي مقابل 1.22 تريليون بشباط وهيك سجلت أعلى مستوى من أيلول بحين احتلت اليابان المرتبة الثانية بالقائمة بحوالي 1.23 تريليون دولار مقابل 1.22 تريليون بشباط الماضي وأجت بلجيكا بالمركز الثالث بإجمال أدوات دين أمريكية بلغت إمتها 253 مليار دولار أمريكي من خفاض بحوالي 92.5 مليار دولار بأدار بزنس ماك لليوم انتهى بشوفكم بنفس الوقت الأسبوع المقبل أرقام عن أرقام تفرق بزنس ماك كل الأرقام الأساسية باي موسيقى موسيقى